قبل نحو شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتوجه اليوم أنظار المتابعين للشأن الأمريكي إلى مركز الدستور الوطني في فلادلفيا بولاية بنسلفينيا حيث ستلقى المناظرة الأولى بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كمالة هاريس فهل تحسم المنافسة مبكرا؟ على مدى تسعون دقيقة سيتواجه ترامب وهاريس وجها لوجه في أول لقاء بينهما إذ رفض ترامب حضور مراسم تنصيب بايدن بعدما أصر على أنه تم تلعب بنتائج انتخابات عشرين عشرين وتذكر استعدادات هاريس في بنسلفينيا بفترة أسبوع قضاها بايدن في كام ديفيد في ميرلاند وهو يحضر لمناظرته الأخيرة مع ترامب في السابع والعشرين من يونيو والتي أنهت فعليا حملته الرئاسية المناظرة فرصة تأسيس الهوية السياسية لكاميلا هاريس مناظر بارع لكن دونالد ترامب أظهر في المناظرات الرئاسية للعامين 2016 و2020 أنه منافس متميز هكذا ترى عدد من وسائل الإعلام الأمريكية ورغم ذلك فإن هذه المناظرة هي فرصة هاريس لتأسيس هويتها السياسية الخاصة أمام الأمريكيين الذين يتابعون المناظرة لأنها ليست معروفة جيدا مثل المرشحين الديمقراطيين لرئاسة الذين سبقوها وستعتمد هاريس على المستشارة كارين نادان التي قادت التحضيرات لمناظرة بارك أوباما في 2012 وهيلر كلينتون في 2016 إضافة إلى المستشارة البارزة روهيني كوساوغلو أما ترامب فقال إنه يستعد كما فعل عندما واجه بايدن عبر المشاركة في نقاشات في إطار الحملة وعقد اجتماعات لبحث السياسة مع مجموعة من المساعدين مشيرا إلى أنه كان يستعد طوال حياته لهذه المناظرة هناك مواطن قوة لكاملة هاريس ستحاول استغلالها أمام ترامب حيث شاركت في المناظرات الانتخابية منذ عام 2003 عندما فازت بالسباق لتتولى منصب المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو هاريس أيضا نظرت جو بايدن في 2016 عندما كانت تنفس على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بالإضافة إلى مواجهة مايك بانس في مناظرة نائب الرئيس للعام 2020 وهو ما جعلها متمرسة واكتسبت الخبرات في المناظرات بمجلس الشيوخ الأمريكي وقبل ذلك كمدعية عامة في محاكم كاليفورنيا حيث تتمثل المهارة الأساسية في تسليط الضوء على نقاط ضعف الخصم أما ترامب فهو مناظر قوي حيث سبق له المشاركة في سلسلتين من المناظرات الرئاسية وفي عامي 2016 و2020 أثبت أنه خصم يقاتل بشراسة وغير تقليدي ففي مناظرات 2016 ضد هيلوري كلينتون كان يسير على خشبة المسرح ويقف خلفها مباشرة أثناء حديثهما الأمر الذي قالت عنه إنه جعل جسدها يرتعد وفي أول مناظرة رئاسية عام 2020 كان يقاطع جو بايدن باستمرار مما دفعه إلى أن يقول وهو منزعج هل صمت يا رجل وعلى الأرجح كانت هذه التكتيكات هي السبب وراء تعطيل خصوم الرئيس الأمريكي السابق وتسليط الضوئي عليه طوال الوقت أثناء المناظرات أما بالنسبة لاستطلاعات الرأي في الشارع الأمريكي فتقارب المؤشرات بين كل المرشحين يرسم معالم المنافسة حيث تقول منظمة RealClearPolitics وهي منظمة لتحليل السياسي تحسب متوسط استطلاعات الرأي الوطنية إن هاريس أصبحت أكثر شعبية من ترامب منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي وقالت إنها تتقدم على ترامب بفارق 1.9 نقطة على المستوى الوطني اعتبارا من الثالث من سبتمبر الجاري وستعتمد هاريس على الدعم المالي الكبير الذي حظيت به فقد أعلن فريق حملتها جمع 361 مليون دولار في أغسطس أي أكثر بثلاث مرات مما جمعه معسكر ترامب وبذلك يصل إجمال التبرعات إلى 615 مليون دولار وفق بيان للحملة وهو أكبر دعم مالي وصل إليه مرشح في تاريخ الانتخابات الأمريكية أما بالنسبة لقواعد المناظرة فهي تفرض حدودا زمنية صارمة اتمنح كل مرشح دقيقتين كحد أقصى للإجابة على أسئلة المشرفين وسيكون لديه دقيقتان لتنفيذ حجج المنافس وعلى غرار المواجهة بين بايدن وترامب سيتم إغلاق المايكروفون الخاص بكل مرشح عندما يكون دور المرشح الآخر في الكلام كما أنه لن يكون هناك جمهور في الاستوديو ولا بيانات افتتاحية ما تشير إليه التقارير الصحفية أنه عقب انتهاء المناظرة ربما سيكون الأمر بات أسهل لدى المواطن الأمريكي وأنه قد يكون حسم موقفه من كلا المرشحين ما يعني أن مناظرة اليوم هي الفرصة الأخيرة لترامب وهاريس في سباق الوصول إلى البيت الأبيض اشتركوا في القناة